اشتركوا في القناة الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة قائد الفريق الملكي بمناسبة تحقيقه انجازا غير مسبوق على مستوى فئة الكبار باحتلال سموه المركز الثالث بفئة الفرد بسباق بطولة العالم للقدرة والذي اقيم يوم امس بمدينة السامورين السلوفاكية واحتلال المركز الاول على مستوى الفرسان العرب وقال سموه ان تحقيق الفريق الملكي هذه النتيجة المميزة في بطولة العالم التي صدفتها سلوفاكية تأتي ثمرة للرعاية والدعم الملكي السامي من لدن سيد عائل البلاد المفدى حفظه الله لرياضة الفروسية وسباقات القدرة البحرينية الذي كان له الفضل في التأكيد على الحضور البحريني القوي بجميع المشاركات في سباقات القدرة العالمية واضاف سموه ان انجاز سمو الشيخ ناصر بن حمد يضاف لسجل سموه الرياضي الحافل بالنتائج المشرفة والتي حققتها بمختلف المشاركات والمحافل الدولية وذلك على صعيد الرياضة الفروسية وسباقات القدرة فسموه عودنا دائما على الظهور المشرفة وتحقيق مثل هذه النتائج التي تعزز من موقع المملكة على الخارطة العالمية في هذه الرياضة مشيدا سموه بالجهود المتميزة التي بدلها سمو الشيخ ناصر بن حمد في سبيل الارتقاء بهذه الرياضة والتي ساهمت في تحقيق فرسان وفارسات القدرة البحرينية للظهور المشرف والانجازات بمختلف البطولات الدولية وقد هنأ سموه عضاء الفريق الملكي للقدرة بتحقيق هذه النتيجة المشرفة مشيدا سموه بالمستوى الذي قدمه سمو الشيخ ناصر بن حمد في هذه المشاركة والذي نجح من خلاله في التفوق على العديد من فرسان الفرق القوية المشاركة واستطاع بكل جدارة واستحقاق من تحقيق هذا المركز هذا وقد شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليثة منافسات استباقة حيث أزر وشجع سموه فرسان الفريق الملكي بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد من أجل مضاعفة الجهود لتحقيق هذه النتيجة المشرفة تحقيق هذه النتيجة المشرفة